لكن بالعكس في كفاءات وفي نفس الوقت أي دولة في العالم تطلب كفاءات من الخارج لمساعدتها لكن بأجر معين وينتهي عقده ومعاده أنا نحكي على الأجانب الصفيين أنا ضد راه وتخوين شخص يملك جنسية ثانية بالعكس هي كيف تقول العالم أصبح مختلف مش زي زمان حتى عندك أكثر من جنسيتين ثلاثة أربعة مش مهم هنا كيف ما عندك حوش في كل مكان لكن في نفس الوقت مرات يقد عندك بيتك الأصلي هولي عندك الولاة بيتك الوصل الأصلي وين؟ ليبيا لكن العلمك راه في نطة مهمة جدا الإيرلنديين لما جيت لليبيا ولعند اليوم حتى بعد رجعت يحترموني جدا ويقدروني لولائي لوطني وكم مرة في مناسبات واجدة يعني مش وحدة يعني بسمينها عمل وطني باترياتيك أكت اللي مش يتي درتي لأني سيبت هم عارفين شن سيبت وراه سيبت حتى عيالي رو أسرتي درت وصيتي لأني منعفش روحي الرد والله لا إن شاء الله إني نحكي اليوم نقعمز معاك اليوم ونحكي القصة إن شاء الله رب يقدرنا على خدمة بلادنا لعند يوم الدين إن شاء الله بترجع بلاد ويتحاسب كل من أخطأ بحق أتمنى نعيش لليوم عظي في مرة من المرات صارت لك محاولة تختطاف في قناة الدولية نعم من ميني؟ هي كتيبة من زنتان تتبع المليكطة بس شناس من كتيبة اللي تتبع المليكطة؟ لم أسم كان نعم توا طلبوا مني قناة الدولية وكاني نمشي ندير معاهم لقاء وكانت أول مرة وأخر مرة السواعق لا مش السواعق سواعق تابع آآ ماترابلزي السواعق مش كتيبة تعتبر سواعق تابعة للسواعق لا اللي أسمع فينا مرة اللي أعرفها المهم مشيت للقاء في نص الطريق سيارة قد تدفين أنا نجينا على حاشة الطريق ونزل السواعق المتاعي اللي هو الحرس الشخصي كان وشفتها يعني قريب يتضربوا بالذرح والسيارة ذي كانوا فيها ثلاثة أشخاص ونحنا أنا والحرس فقط وحتى لما قلت لنا كيف طلعين بروحنا قل لي لا ميندير علينا حدنا شي يعني نادر أني نطلع بدون حراسة وصارت المشكلة هذ فالشاب قال له لا هي الدكتورة موقفة العلاج بالخارج ونحنا عندنا جرحة وعندنا مش عارف شنو ولازم ناخذوها معنا ما متفق معرفة هو الحرس عرفها لنا من الزنتين والسبب الوحيد اللي قال الله هذاك يوقر شوية لما قال له يا راجل كلام رأواه مش صح مش هيك هي مانعة مش مانعة العلاج مانعة الفساد اللي قاد تابع للعلاج وانا حراسة شخصية ومعارف عليها كل شي انت عرفوا بعضهم الشباب فشككة في المعلومات اللي جاتا وعندها برنامج توماشية بتديرها معقولة تخطفت كيف يصير كلام هذا المهم قال له نمشي معاك منحضر برنامج ونتأكد من الجماعة وبعدين مسهل وفي خلال فترة ذكي نحنا طلبنا من الحرس الرئاسي سالمانا بعثنا قوة وساعدتني بعد وصلت وانهيت الحلقة طبعا الحلقة مش عادي ولا واحد يندري علي أني أنا مقاعد مزن دير اللقاء وواحد مقاعد مصبيلي بالرشاشات متاعي يرجى فيها غير ان كامل اللقاء باش ياخذني اهي يعني هذا كان اللقاء كان بالشكلة وانا نستغرب حتى لما شفت اللقاء بعدها كان عادي ولا كينا فيه حاجة معادي كنتش متوترة لا مش متوترة لشي بس طبعا كانت عندي عرفت ان سالمانا جاب جاب جمعته ومش هيصير مننا الشي طبعا لما كمالنا اللقاء الشاب لقى نمز مزن موجود ومصبي معه جماعة لماه ويقول لي لو تأكدنا فعلا ان الكلام اللي وصلنا صح روح نجوك من جديد لكن ما يصر شي بعدين قيل لي ان هذه كانت عملية مدبرة طبعا أنا من بيشتوى نذكر اسماء لاني الشخص اللي ذكر معناه وراني نكرى حكاية ما نذكرش اسماء نقدر نذكر الى تبي لكن بس نزيد نتخلط الدنيا عبدالله الجارح اللي هو كان يخدم في المجلس الانتقالي بلغني ان نصر في الليبي الخارجي حاليا الله اعلم ونقاعد لكن انا طلبت منه حتى تدرع ليه كتابي لانتوا ننتظر فيها بلغني ان هذه كانت عملية مدبرة من محمود جبريل وطبعا ملكته كان معهضة كل وقت لكن تواب مش ما اعتقدش باني يضغطوا علي لان كان في فترة فترة ذيكي كانت كانت فيه مجموعة تم ترحيلها بدون مرور بالصحة لتركيا للعلاج وانا قلت لهم مدام والصلاة يصفل منقوش خلي يصفل منقوش يعالجهم نحنا الاتفاق ما كانش بالشكل هذا فباش يضغطوا علي اني انا نوقعوا يتهموا الاخوان بانهم هما اللي داروا لي العملية هذه ما كانش الغرض ضرر مني الغرض الضغط على هذا هذا الوصلني من عبدالله الجارح مباشر وقالي انا نقدر نصبي عليك المحكمة لما وجهت السيد محمود جبريل قلت له سيد محمود معقولة دبر لي عملية اقتصاف كيف؟ ازعل مني وقالي انتي ما تعرفينيش سياسة بحرها واسع لانتهم ليش فهمه طبعا انتهت علاقتي بيه لكن ننتظر اهو اذا كان فيه خلل في هالكلام الرجلين حيين ويقدر تفاهمهم بين بعض دكتورة فاطمة هناك من يتكلم بانك غيرت مدراء الادارات اللي موجودة كانت في وزارة الصحة وهذا اغلب الوزراء في ليبيا دايما يحبوا يجوه مع التيم امتحه وايضا الملحقين الصحيين ابدا كلام هذا خالي من الصحة لكن هنقولك او خالي من الدقة بالنسبة انا الملحقين الصحيين بعد تم إلغاء هيئة شون جرحة وضم العلاج بين السرايس الطبية وبين الصحة المدنيين الصحة والعسكنين والسرايس الطبية طبعا ما سمجتن فيه ذرا بتاع السرايس طبعا كلهم ما زالوا تابعين للصحة يا عجبك رجعنا بعثت لجنة قبل يمشن لجنة تحقيق اللي مسؤول علينا السيد زوبي بعت لجنة من الصحة بروحها تشوف الملحقين الصحيين طبعا لجنة تقارير عليهم وكلا زيك في بعض منهم القنام يعني مفسدين يعني ما همش هم ومراقبين الماليين على فكرة انا طلبت حتى من السيد زيقلا مني يغير مراقبين الماليين مش مغير الملحقين الصحيين ملحقين الصحيين يرشحهم وزير الصحة وبعدين يوافق عليه وزارتي الخارجية ويعتمدهم رئاسي الوزراء ويتم فهذا اللي حصل عند بعض اللي يثبتوا عدم كفاءتهم اللي يثبتوا كفاءتهم خليتهم بالنسبة المدراء الإدارات للأسف الشديد لما كنت ندير في مبلاث التسليم والاستلام بشهر ثمانية كان السيد الله سامحه ويوفقه اللي هو السيد زوي محمد زوي اللي هو كالمزال ماسك لعنته وإدارة توثيق المعلومات في الوزارة كان ذكر اللي قال لي دكتورة أراه في تقريري قلت أن لما جيت وجدين غير كافؤين مسكي الإدارات طريقت نغيرهم لكن لما غيرت لقيتش حد يعني نقدر نطق فيه بثقة صحيحة ما كانوش يعرفوا الشغل كيف ماشي يقول لي كيف دكتورة أنت منكش عارفة إن إن تسعة عشر مدير إدارة لما جاء نجي بركاته دخل وزارة بعد سقوط ترابلس غيرهم لغالهم أعمالهم كلهم وصرفهم نهالهم عقودهم قلت له كيف؟ قال لي والله إن حسابك عارفة بتهمت إن أنصار النظام الصالب كانوا يشتغل قلت له معقولة يا أخي ناس تخدم تخدم في الدولة نجي نبطلهم بس يعني دولتنا هذه بلادنا إذا كان الحد فيهم أخطأ ودارة شيئة واضحة أوكي لكن إنت لما مجرد جيت تتحول لما ضم بلادنا وناسنا أقسم بالله العظيم لو كنت نعرف رني استدعيتهم كل المجتمعات بهم واللي بيقدم معي واللي بيقعد حتى مستشار يقعد واللي قال له تحفظات معين لكن مش نجي نبطلهم ما كنتش نعرف قال لي الحسابك عارفة يعني فعلاً ما كانش عندي علم هذي شهر تماماً كم غيرتي مدير إدارة عندك؟ اللي موجودين لقيت بعض منهم ما نقدرش نجيب لك الأعداد ولكن لقيت بعض منهم ما يعرفوا شي مش عارفين حتى شن قاعدين يديروا فحولت منهم مثلاً مدير مدير الخدمات الطبية إدارة الخدمات الطبية غيرتها وحطيت شخص إداري اسمناه بوزريبة عادل بوزريبة كانت بعدين إدارة المعدات الطبية الأدول المعدات الطبية كانت بعدين قسمناها نحنا حطيت واحد الأسطى ما اسمناه الأسطى طيب سيد وكيل وزارة الصحة الحالي سيد هذا سعد عقوب اللي تقصد أين منهم؟ محمد محمد هيثم عيسى سعد عقوب وزير الصحة في حكومة الدنيا هذا كان وكيلي على فكرة لكن محمد هيثم عيسى وكيل الصحة في حكومة السراج لما درنا التحقيقات والليجن اللي عدت محلية عدت للهند ظهر اسمه في شركة اسمها شركة اليسع لعلاج الجرحة الليبيين عضو مجلس إدارة مسؤول لكن أيضا له عند أسهم في هذه الشركة الأوراق موجودة عند مكتب النيب العام اليوم أنا ماسك وكيل وزارة الصحة طبعا على فكرة الرجل هذا خاطئ الموضوع هذا طلب مني الكيب في فترة التسليم والاستلام وفاجأ بأن محمد هيثم عيسى يحطوه هو رئيس لجنة التسليم والاستلام فكان ردي على الكيب كتابي طبعا كيف تحط محمد هيثم عيسى رئيس لجنة التسليم والاستلام وهو أيضا من الناس المتهمين في برنامج الفساد في برنامج الجرحة في الهند طلب مني أن نسحب هذا الخطاب وهددني وحن ننقل من لي هددك؟ كيف؟ حن نرفع فيك قضية أنا مستغرب حتى ليش الفعالة يعني مش شورك الكلام بالعكس وأيضا أرسل دريست راينا كلم مدير مكتب الحاج مصطفى عبد جليل إنه ياخذ الرسالة وما كسلمهاش لمصطفى عبد جليل يعني درت منها نسخة لسيد مصطفى عبد جليل باعتبار الرئيس المجلس الانتقالي بصدفة هو كان عندك شخص يشتغل معايا كان جالس ينتظر في دوره بش يخش على مصطفى عبد جليل قال لي شين الرسالة اللي كلم دريست راينا مدير مكتب مصطفى عبد جليل قال لي ما تسلم هاش له قال لي كنت حاضر مش هتخذيت الرسالة ومش هتبروحي لمصطفى بجليل بدي تالك قال لي سيد مصطفى الموضوع اللي سير مش قابلة بتسليم السلام لازم التحقيق في الهيئة هل يعني قاعد يعني أكيد الشارع اللي بي معايا مش مصدقين أن السيد عبد الرحيمي لربما في لقاء عند المؤتمر الوطني أشار السيد عبد الرحيمي الكيب بأن هناك سلطة عليا تضغط من هي السلطة العلية؟ أنا لما سمعت الكلام هذا طبعاً هذا كل وقت ما كنتش نحكي معاهنا عبد الرحيمي ولا أمدي بها أي تواصل ما نحضرش ما فيش بني بينها في عداوة يعني هو أثارها مش أنا بسبب ملف الجرحة ولكن حسب فهمي وإذا كان أنا مخطي هذا مضوع ثاني لقنا هذا التفسيري هو يقصد السلطة عليا يقصد المجلس الانتقالي أعلى منا هذه هي السلطة العلية في موضوعين كان علينا جدل كبير في كان هذا رو سماها لكن الناس فهمتها أن هي ميليشيات والله هو كان مسيطريت عليه الميليشيات أيضاً هو كل يعني أنا نقول لك مرة في كنا في المبنى بتاع مجلس الوزراء خشن عليه الميليشيات وشدوهم عاد بشه وقطعوه الطمم يعني بش واحد ميليشي تقش على رئيس الوزراء وتدير لهكي كبيرة شوية يعني مش حاجة بسيطة كان يخشوا لك الميليشيات والله أنا الميليشيات كانت الحرس متاعي من الدفاع زي ما قلت لك لما لما لاحظت لا فيه موحدين من طرابلس لا فيه مش زنتان بسروا على فكرة دي لما لاحظت الفوضى بدت تزيد انتقالت للمبنى الدعوة لكن كانوا يعني مرة عسكروا في الوزارة وفرضوا على كانوا يبون ينجيوا لكن ما جيش لكن فيه مرة خشت علي كتيبة مجموعة من الزنتان من الميليشيات وكان هذه يعني حتى طريف القصة طبعا خش باسلوب غير مهذب ودفع الباب وكنت في الدعوة ناظر فلما بيتكلم قلت لنا ما عليش اطلع برا قلت لنا ما نقدرش نحكي مع واحد بالطريقة وكلمت الحرس قلت لنطلعوه كانوا معاه مجموعة كان المجموعة الناس كلها تبحت فيها كين يناء خارج من جنيت يعني مش عادي فعلا طلعوه بعد خش علي الحرس قلت لنا دكتورة ما قوله دريك قلت له كيف؟ قلت له الرجل كانت عندها رمانة في يده قلت له مريتها قلت له يعني كان شفتها كان الموقف تغير ما ندري عليه موقفي عادي لكن والله مريتها ملف ايضا خطير دكتورة اللي ربما هو اخر سؤال عندي الأيدز في ليبيان صارت فورة عليه الموضوع هذا فترة قبل الثورة وبعدين نردن ومفيش ولا حد تكلم عنها لا صار تكلمنا في 2012 لكن للأسف الموضوع أهمل بعدها في 2010 وليبيا طبعا دولة ليبيا داروا دراسة على ثلاث فئات تحمل الأيدز في ليبيا اللي هما المثليين والمتحاطيين للمخدرات والفئة الثالثة الدعارة طبعا الموضوع كان يعني أمني جدا باعتبارا كل الموضوع حساسة وكان الدراسة تبين أن ليبيا إذا ما قامتش فيه نسبة عالية يعني تتصاعد من المصابين إذا ما قامتش بخطوات معينة في خلال خمس سنوات سبح موبوءة بالأيدز هذا في أي سنة؟ 2010 هذا التحذير اللي جاء ما جيد في 2012 القسم الأمراض المؤدية تواصل معي في الموضوع وفعلا أثرنا الموضوع من جديد طبعا البداع واضح لنا في 2012 ماش واجدين كانوا يتعاطف المخدرات وكلام مواجد يعني بالذات بين الشباب اللي حاملين السلاح ودرنا برنامج لمقامة الأيدز اللي هو التوعية وأيضا فتحت وقعت على عشر مراكز للفحص الطوعي وكذلك التوعية كانت ستكون في المدارس وأيضا في الإذاعة الإعلام وفي عبر الأوقاف فكان سيد الشيخ حافظ جلالي الله يذكره بالخير اهتم جدا بالموضوع هذا وجاني قبلني تفكر واحدة مرات كانت في رمضان ساعة 12 في الليل ولا واحد في الليل وقلت لك أنا ما كانش عندي وقت معين للشغل يعني تعاشت نوم وباقي كلها عمل اه فكان الهدف هكي يعني لكن بعد طلعت من الوزان ومات الموضوع ما عشي موضوع هذا في الـ 2010 كان يقولوا أن ليبيا ممكن تكون موبوءة بعد 5 سنوات ليبيا موبوءة اليوم والله إذا ما تمش علاج المشكلة لم يتم علاج المشكلة تفاقمت ياتب مش بس لم يتم ف لما نحكم موبوءة شو ما قصد بيها فوق الخمسة في المية حمسة في المية عدد كبير جداً لا اسفة فوق الواحد في المية سامحني فوق الواحد في المية بس في فئات الجنان خمسة في المية بس صغيرة يعني لكن فوق الواحد في المية واحد في المية مش شوية بين كل ميت واحد في واحد هذا هو باب هل تعتقد أن ليبيا موبوءة اليوم؟ الإحصائية هذك تحذر من هذه النتيجة خلال خمس سنوات من ٢٠٠٠٠ بالاضطراد الذي كان مستمر بدون ما حصل من انهيار صحي كامل تواب لو طلب منك أنك ترجع تشتغلي لبلدك مرة أخرى دكتورة هل حتوافقي أو كانت تجربة لن تكرريها مرة أخرى؟ سيد أنا طلب مني طلب مني كم مرة خلال فترات معينة بعد ترويحتي كان شرطي ولا يزال أن يجيني احتضار رسمي من دولة ليبيا اللي ما لحقني من أذى معنوي معنوي لم ندورش في حاجة ثانية نقطة ثانية لحظة نقطة ثانية يحاسب كل من تكلم علي بمحطات والمسؤولين ما نحكيش عن الناس العديدة وإيضاح للشعب العام الليبي بكاملة شنو؟ شنو؟ شن درت لك ليبيا عشان تعترض مني؟ أنا ما قلتش ليبيا أنا دولة تعتذر الحكومة المسؤولة في دولة ليبيا أي حكومة؟ كيف شن درت لي إذا كان أنا أي حكومة؟ ما نحكيش على ليبيا كبلادي بلادي بلادي غرجة شوية البلاد شنو؟ البلاد ما هيش مجرد حيط وحيشان و بلاد بشر فيها البشر أساؤوا لي عادة كبير منهم أساؤوا لي ما جانيش أي اعتذار من حاقي نطلب الاعتذار من مني تطلبي؟ نطلب اعتذار رسمي من حكومة فاعلة في الدولة الليبية وحكومة مسؤولة حكومة قادرة على التحقيق مش اعتذار فقط على التحقيق مع من أساء ومش لي أنا كشخص كذلك أنت فارد كنت من الحكومة دكتور أنت المفروض تديروا البلد في ذلك؟ أنا أدارت البلد حسب قدرتي في ذاك الوقت لكن اللي أصابني من أذى أصابني من رئاسة الحكومة نفسها اللي أنا كنت نخدم فيها أصابني من الشعب اللي مشيت نخدم فيه صدقوا الكلام اللي نقصد شراء وكل شي ما أنا عمام مش فيه لأن فيه كانوا معي وزارة ممتازين فيه ناس زي حاضرتك زي ناس واجدة ما ريتش منهم لكل الخير يعني في التعامل وفهمين الوضع بالضبط شو قاعد يصير لكن أنا نحكي المسؤولين اللي رضوا بأنه وزير في وسط الدولة في الحكومة معينة من حكومات الدولة قام بواجبك بما يمليه عليه ضميرة ودينة ويمليه عليه الحس الوطني ورغم ذلك يتهم بكل ما اتهمت به وما يخذش حقه بي حاجة اسمه حق خاص وحق عام أنا مني نتنازل لها عدتني على اثنين مجموعة راضية عن أدائك لما كنت وزير فيه ناس نعم راضية اللي درتنا كامل نسبة كون أنا اللي درتها مثلا وحكينا على موضوع الايدز حكينا على الجرحة حكينا على توطين العلاج شو نصار منا؟ مفيش للأسف شديد مفيش استمرارية وين المشكلة في ليبيا المنظومة الموظفين وين الخلل في الدولة الليبية؟ الشعب وين؟ اعتقد الناس ترى ان من حقها شي واجد ولكن ما تراش واجبها شنو بالزبط عدد كبير من الناس بالشكل هذا يعني عادي ان الواحد تلقاهم ياخذ في مرتب وما يقديش في واجبه يجي متأخر شغلة ميجيش بكل عندهم عادية هذه هي البلاد كي بتمشي اذا كان انت قوة عاملة في الدولة ما تقديش في واجبها هذا هو الخلل طبعا ما فيش محاسبة ما فيش يعني توه لو اذا كان موظف ما يجيش توه مثلا شركة خاصة لو يجي موظفي يغيب فيها يبطلوه لكن هذا يقول لك لا رزق حكومة ترزقك رزقك لما تضيع بيدك بشكل هضايب ليش حتى ترزق بلادك بوجه عام يعني انا هذا الخلل اعتقد يعني خلل كبير مش بسيط في بداية 2012 قمنا كوزارة للصحة مع منظمة الصحة العالمية باجرام مسح شامل في كل ليبيا للضرر اللي صار في المنشآت الصحية خلال عام 2011 خلال الحارب الوقت تبين من خلال المسح وجود 68 مرفق صحي وهمي بموظفيه بالصيانة السنوية بالمرتبات بالكامل وكانت المرافق هذه قائمة منذ النظام السابق طبعا قمت باجراءة اللازم اللي هو حالة مستندات للجهات المسؤولة لاجراءة القانونية وحتى خرجي من وزارة كانت هذه المرافق لا تزال قائمة ولا ادري ان كانت قائمة حتى يومنا هذا قبل 2012 كان لجهاز تنمية تطوير مرافق الادارية سيطرة كاملة على مشاريع الدولة بما في ذلك مشاريع الصحة في عام 2012 أصبح الجهاز تابع لوزارة الاسكان اسميا وزارة الاسكان والمرافق واللي كان وزيرها السكوتري طلابت الجهاز باستكمال مشاريع متوقفة وكان منها 1200 مشروع للصحة فكان ردت بيبة وعلى لساننا وزير الاسكان اسكوتري في اجتماع بنجلس وزارة في سنة 2012 بان ما عنداش سلطة الوزير على الجهاز وان ردت بيبة بخصوص ال800 مليون دينار اللي كانت موجودة في الحساب ان القذافي استنفذ الميزانية هذه لمحاربة الثورة ولم يتبقى منها شيء وجهاتنا طبعا بعد ذلك مشكلة مطالبة الجهاز بالافراج على المشاريع اللي انا كنت ننجزها اللي هي فوق الخمسين في المية يعني تم ننجزها من السابق الى خمسين في المية فما فوق لكي تقوم الصحة باستكمالها طبعا من ميزانية الصحة وليس من ميزانية الجهاز بالفعل تم ذلك في نهاية شهر 7 2012 وخصص صحة من ميزانيتها اللي لازم لاستكمال المشاريع هذه مع تحديد موعد التسليم من الشركات اللي اوكلنا لها المهام هذه اليوم للأسف شديد نرى انها قليل منها فقط قد تم والكثير منها تم تخصيص ميزانية جديدة لها في السنوات اللي بعد 3 عام 2012 وما زال غالبيتها لم يستكمل الى يومنا هذا جهاز الامداد قمنا في 2012 باستيراد كمية من الأدوية لما يكفي ليبيا لمدة عامين في يعني من المؤلم ان تقرير دول محاسبة في سنة 2012 قال ان الأدوية كان يتم تهريبها للخارج عبر الحدود بتواطئ مع حرس المنافذ التابعين لوزارة الداخلية لكن لأكثر مؤلم ايضا ان بعد هذا التقرير لم نسمع عن اي فرد ثبت اتهامة او محاسبة كذلك تم تخصيص ميزانية دعم للجهاز الامداد اللي عامي 2013 و2014 وين مشات الميزانية هذهنا كل ما ذكرته اكثر تم توثيقة في مستندات وملفات وتم توزيع 240 نصخة منها لكل مسؤول في ذلك الوقت من رئاسة وزراء من وزراء بما في ذلك السيد زيدان وزير الصحة اللاحق لي الدكتور نور الدين دغمان والمؤتمر والمجلس الانتقالي رؤساء المجلس المحلية دول محاسبة رئيس جئاز المخابرات والنائب العام العجيب انه بالرغم من ذلك لم يخرج احد ليتحدث عن ما سلمتهم من مستندات خطيرة جدا ويجب التحقيق في غالبيتها في ذلك الوقت دكتورة فاطمة الحمروش شكرا جزيلا لقبولك دعوتنا وشكرا على اللقاء شكرا على تحت هذه الفرصة الله يسلمك ويبارك فيك وإن شاء الله ربي يهدي الجميع لما يصلح بالبلاد ونشوفوها ببلادنا من جديد كيف نتمنى وحكي شكرا جزيلا لكتورة فاطمة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة